سترسل اليابان أكبر سفونها الحربية منذ الحرب العالمية الثانية لحماية سفينة إمداد أمريكية في حين تزداد حدة التوتر في البنطقة بسبب كوريا الشمالية كما ذكرت وسائل إعلام ونقلت صحف يابانية عن مصادر حكومية لم تكشف عنها أن حاملة المروحيات إيزومو ستبحر من ميناء يوكو سوها جنوب توكيو لتنضم إلى سفينة إمداد أمريكية لمواكبتها إلى غرب المحيط الهادئ ستكون المرة الأولى التي تبحر فيها السفينة في مهمة لحماية سفينة أمريكية بعد أن وسع رئيس الوزراء شينزو آبي قدرات البلاد العسكرية عام 2015